نصلى عنا ببقى ونبدأ بسم الله في المنا بيبدأ بشاب سائق عربيته وكان شارب وعمل دماغ عالية جدا لدرجة انه مش شايف حاجة اصعده وطبعا بيعمل حادثة وبيدخل في عربية تانية وكانت فيها ستة كبيرة وبنتها وبعد شوية الاسعاف بتيجوا وبينقلوا على المستشفى وبعد فترة بنشوف الدكتورة كارين وهي قاعدة في الاجتماعات اللي بيطلع التقس سلبية من البنات مين دي والكوتش بتاعتها بتقول لهم انهم لازم يحبوا نفسهم ويقفوا بقى كل يوم قدام المراية ويقولوا لنفسهم طلات مرات ان الدنيا جميلة وقشت صباح الفل وبيعنوا الدكتورة كارين المعيوم جميلة دي وده لانها بقالها تسع شهور بتقف قدام المراية وبتقول لنفسها ان الدنيا قشت صباح الفل وكمان بتاخد هدية وبعد شوية بتطلع تشرب قهوتها وكانت بتكلم صاحبتها وبيجالها الحج جيمي ده وبيقول لها انه عايز يأزمها على قهوة فبتقوله سلامت عقلك يا حاج ما انت شافي القهوة في ايدها هو قال لها طب ايه رأيك نتعشى سوا قالت له انها ما سدها تتطلع ومش بتفكر تتجاوز ولا ترتبط دلوقتي فقال لها انا ما طلبتش هتجاوزك على فكرة انا كل اللي طلبته عشاه بس فبتعتزله كارين ولسه هتقوله انها فهمت غلط سابها ومشي وبعد ما خلصت يومها بيتروح لوحدها وكانت الدنيا ضلمة جدا ويا كانت ماشية مرعوبة وكانت عمالة ببص يمين وشمال لحد ما فجأة ظهر لها واحد جدا كده وهي بتخف بتوعه على الارض وهو بيقرب عليها وعلى وش امه بتسامة سامجة وبيقولها انت بتاعتي النهار ده فبتضربه كارين وبتسرخ بس هو بيمسكها قبل ما بتجري وبتفضل تنده يا ناسي اللي هنا يا جدعان حد يساعدني بس مفيش كلب ببلدي حتى معدي وبيمسكها وبيهدتها بحديدة في ايديه وفجأة بيظهر شاب شجاع وبيدربه وبيفضله يتخنقه شوية مع بعض والشاب بيتعور في ايديه بس بيقدر ينكزها من الرجل الجتة وكارين بتشكره وبتحتزله في نفس الوقت وده لانه تعور بسببها وبتقوله انهم لازم يروحوا مستشفى عشان تطمن عليه بس هو بيرفد وبيقولها ان الجرح بسيط وبيعرفها بنفسه وان اسمه دانيال وهي كمان عرفته بنفسها وبتصمم تاخده على بيتها عشان تطهر الجرح بما انها دكتورة يعني وفعلا بتاخده على بيتها وقبل ما بيدخله بتشوفهم جارتها وبتقول لها اخيرا شفتلك راجل يدخل حياتك دانا كنت فقدت فيك الامل بعد طلائق كارين قالت لها بلعي ريك شوية عشان افهمك وبتحكي لها على اللي حصل وبعدها بيدخله البيت وبتطمن على الجرح وبتقوله انه بسيط وانه كمان محزوز قال لها علي النعم انا اللي محزوز وبدأت بقى تعجب بشجعته وسمته وكلامه وبتحط له لزق على الجرح اصلا كنت في طريقه للبيت لما انقصتك ولما سألته عن شغله قال لها انه شغال في العقارات مع عمه وانه كان بيبص على محلاته ريبة من هنا واصلا كان المفروض يأجل المشوار ده بس القدر بقى كتاب لي انه قابلك وهي بدأ الاعجاب يزيد معاها ولما دخلت تغسل ايديها راح ووقف عند التلاجة وحطي ايده على صور الجزء اللي كان متصور جنبها وكان مدائق جدا وبيعرفها انه قبل ما يشتغل مع عمه كان مدرب تسلق جبال بس الشغلانة ما جابتش همها وما كانش عارف يدفع لجار عشان كده اشتغل في العقارات مع عمه فبيتقوله انه صاحبتها البست بتاعتها بتعشق تسلق الجبال هي وجوزها وعيالها وانهم دلوقتي في رحلة تسلق وبيعرف منها انها في اجازة طويلة من شغلها وده بسبب الصدمة اللي اخدتها بعد طلعها والمفاجأة بقى يا عزيزي انهم بيطلعوا نفس البرج لا وكمان الصدفة انهم نفس يوم العيد ملاب الزب ولو استننا شوية هيطلعوا نفس الساعة اللي تولدوا فيها وبعد شوية دردشة ما بينهم بيقول لها انه هيمشي وبتشكروا لمرة المليون بس لما جيه عندي باب الشقة داخ فجأة وبتقوله بص في عيني كده اه انت عندك ارتجاد ماينفعش تمشي دلوقتي وفعلا بيرجع يدخل تاني وبتقعده وبتقوله انها هتجيب له حاجة يلبسها بدل هدومه اللي بهدلت دي ولما قالها قميسو اخدت بالها من جرح في جنبه وبتستهزنه انها هتدخل تغير هدومها ولما دخلت بتكلمها صاحبتها ايزي وبتقول لها ان جزها وعيالها سافروا وان هي ما سافرتش ولما عرفت منها اللي حصل معاها القت عليها جدا واقصوصا لما عرفت ان دانيال معاها في البيت وقالت لها انها هتكلم جارتها وتخليها تقعد معاها لحد ما تروح لها وبعدها بتدخل الحمام لكنها كانت بتفكر في دانيال وكانت معجبة بيه وهو بيفتح الباب لجارتها وبيقول لها ان كارين في الحمام وان الاحسن انها تمشي فقالت له انها هتدخل لحد ما تخلص بس هو بيمنعها وقال لها ان البيت مش بيته وانه مش هيقدر يدخلها وكمان يا عزيزي خلها تمشي بالطريقة ولما سألته كارين مين كان على الباب قال لها ده واحد متشرد وانا مشيته وهي بقى انها ليه لها باب عليهم هم اللي اتنين وبيعرفها انهم شبه بعض في كل حاجة وسبحان الله حتى التليفونات زي بعض ولسه كان هيقرب عليها وهاء تليفون هابيرين ولما بتروح ترد بتلاقيه الحاج جيمي وكان سكران ومش عارف هو بيقول ايه بس هو كان واقع على وشه في حبها وهي ما كانتش عايزة تصد عشان خايف عليه ودانيال كان واقف ورامي ودانو معاه ولما خلص التليفون بتلاقيه في ظهرها وبيقرب عليها وبيقولها انها طيبة قوي وانه محسوس عشان قابلها النهاردة ولسه يا عزيزة بيقرب عليها وهيروح في الدنيا الباب بيخبط وبتطلع ايزي وبتعرفها على دانيال البطل اللي انقذها وبتشكره ايزي وبتقوله انه لو لا كان حياتها هتبقى اسوأ من الاول بس ما كانش داخل دماغها احوار انه شافها بالصدفة ده وبتقول ان الوقت كان متأخر جدا ولما عرفت من كارين انه كان مدرب تسلق جبال سألته انت كنت بتدرب فين فبيقولها فيوتا كارين قالت له بس انت قلتلي انك دربت في كولورادو اتوطر وقال له حاصل بس ده كان قابل يوتا وبعد شوية الجيمي بيتسل على كارين وبتسيبهم وبتقوم ترد وإيزي بتقول لي دانيال مش عارفة ليه مش قادرة يصدق حوار الصدفة ده قال لها فعلا انت عندك حق هو مش صدفة هو قادر فبتقول له ما تقول لي كده على اي اكاونتات ليك عشان بس اتطمن على البطل اللي انقص صحبتي فبيقولها انه ما عندوش اي اكاونتات فبتقول له انا انسيت اقول لك اني انا كمان شغالها في العقارات بس ما سمعتش عن اي محلات عايزة تباع ولا تتأجر في المنطقة دي وهو مش عارف يرد عليها فبتقول له طب افتح للشنطة بتاعتك دي كده فبيتدايق دانيال من طريق كلامها وبيقول لها انا حاسس انك جحدة في كلامك وانا ما بحبش الناس الجحدة في الوقت ده كانت كارين عملة تقنع في جيمي انه مايسوش العربية هو في الحالة دي ولما قلصت مكالمتها وخرجت ما بتلاقيش ايزي ودانيال قال لها انها مشيت وقالت ان عندها مشوار ضروري فبتطلع تليفونها وبترن عليها لكن ما بتردش عليها ودانيال بيستغزنها ان يدخل الحمام ولما دخل جريت بسرعة وحاولت تفتح شنطته بس ما بتعرفش ولما فتحت تليفونه بتلاقي صور كتير لبيتها ودانيال بيدخل وبيقف قدام المراية وكان شكله كده يا عزيزي مريض نفسي وبيفضل يشم في حاجات كارين ولما بيطلع بيقول لها ان التليفونات اتبددت فبتسأله صور بيتي على تليفونك بتعمل ايه قال لها انا شغال في العقارات انت نسيت ولا ايه كارين بتخاف منه ولما جات تدخل قضيتها مسكها من ايديها وقال لها ياريت تقدر اللي عملته معاك لولايا كان زمانك ميتها دلوقتي وبياخد منها تليفونه وفجأة الباب بيخبط وبيهددها متتكلمش خالص ولما بتروح تفتح بيطلع جيمي بس لما شاف دانيال اتضايق وما كانش عارف يتكلم وبتيجي جارتها وبتسألها عن اييزي وبتقول لها ان عربيتها برا بس دانيال كان مسبتها وهي كانت مصدومة ومش قادرة تتكلم ودانيال بيمشيهم وبيقول لهم انهم مش فاضين ولما قفلوا الباب بتسألوا عن اييزي قال لها انه هيقول لها الحقيقة وبيعرفها انه عارف عنها كل حاج وانه بقالوا سنين كتير بيرقبها وده لانها هي قدره وبيطلع يعزيزي انه مهووز بها من زمان وبيقول لها انت ملك الحارس وبيحكي لها انه زمان كان صهران مع صحابه وشرب كتير جدا ولما سأل عربية ما كانش مركز في الطريق وقامل حدث وتسبب وقتها في موت الستة الكبيرة وبنتها بس هو كان ليه عمر وبيقول لها انه هي اللي انقذته وانه من وقتها وهو مش عارف طلحها من دماغه ولسه برضو هيقرب عليها هبه بتضربه وبتجري وبيقوم يجري وراها وبيلحاها قبل ما تفتح الباب وبتفضل تسرخ وبتطلب المساعدة والمجنون ده بيقول لها تستسلم وانهم مقدر لهم يعيشوا مع بعض وانها بتاعته مش هيسيبها لكن فجأة بتطلع ايزي وكان قافل بقها وربطها فبيربطها هي كمان وبيقول لها انه بيحبها وانه مش عايز يأزيها في الوقت ده جيمي رجع تاني بيت كارين وبيشوفها بنبرة وهي على الارض فبيتصل بسرعة بالشرطة لكن ما بلحاش يكمل كلامه والراجل اللي تهجم على كارين في اول الفيلم بيموته وده لانه طلع تبع دانيال وبيروح لدانيال وبيحكي له على اللي حصل وبيقول له انهم لازم يمشوا من بيت كارين قبل ما الشرطة توصل فبياخدهم في العربية عشان يروحوا بيت ايزي بس بتشوفهم جريتهم وفضلت تسرخ بصوت عالي وتطلب المساعدة لكن للأسف بتتدرب هي كمان وبعدها بيوصلوا بيت ايزي والراجل ده كان طمعان في كارين ودانيال كان متضايق وغيران عليها فبيقوم وبيرشأ فيه الحقنة وبيقول له انه هيموت بالبطيء وبيروح يقول لكارين انه مش هيسمح لأي حد ييزيها وبيدخل المبق يجيب سكينة وبسرعة ايزي بتاخد كارين وبيطلعوا القوضة وبيشيلوا اللزق وبيتفك ايديها ولما طلع وراهم افلوا الباب بسرعة عليهم بس بيفضل يزق في الباب بكل قوته لحد ما فعلا بيقدر يدخل لهم وبيضرب ايزي وبيغم عليها وكارين بترشأ فيه المقص بس بيمسكها وما بتعرفش تهرب وفضل مسكها كده لحد ما اغم عليها هي كمان ولما بتفوق بتلاقيه بيحفر في الارض وايزي جنبها مربوطة فبيقول لها من ساعة تما شفتك في المستشفى وانا تأكدت انك محتجاني في حياتك انا كنت في حالة سيئة وانت انقصتيني ويهرتهم انقصتك يا بايت ودلوقتي انت في حالة سيئة وانا انقصتك وكمان ويعتف حبك من اول ما شفتك بس اللي بعدني عنك الفترة دي كلها السجن اللي دخلته بسبب ان كنت سايق وانا ساكرون بس دلوقتي اخيرا بقت معاك انا هابقى ليكي وانت هتبقى لي وبيروح يدي ايزي حقنا فبتقوم كارين وبتقوم هي كمان وبترشأ في حقنا ولما قرب عليها هو عمل يتطوح ضربته واقعته على الارض وبعدها الاسعاف بتيجي وبتاخد ايزي والشرطة بتقبط على دانيال المجنون المطارطش وبعد ثلاث شهور بتكون تعالجت كارين من الصدمة اللي مرت بيها وكان معاها ايزي صاحبتها بس ما كانتش قادرة تطلع دانيال من دماغها واخيرا بيخلص الفيلم على نهاية سعيدة نصحتي لكي بقى لو حد عمل بطل وانقذك من اي موقف ما تعمليش بطلة وتعالجيه وكفاية عليه كلمة متشكرين ما تنساش بها اللايك وتقول لنا راه يكفكم منك وشوفكم الفيلم الجاي